تحدث الآن عن الواقع الجزائري وعن السوق الجزائرية بالأمس في موقع ودكنيس أعتقد في مواقع التواصل الاجتماعي كان عشرات الألف من عروض البيع للسيارات لماذا في رأيك؟ هل في تخوف من انهيار الأسعار؟ الأسعار بدأت نهار البارح دي أخلاص البارح يعني بدأت نهار الأسعار البارح أنا درت مقارنة بين الأسعار اللي كانت لول بارح والبارح العشئية في الليل لقيت كائن الأسعار يعني نخفضه كم؟ حدود كم؟ كائنين نخفضه بـ 20 مليون بـ 25 مليون صدبون الموديل ونوعية المحرك اللي فيه وإكستر نعم على كل حال هذا ديجا مؤشر ولكن إلا بغينا الانخفاض هذا يزيد يعني يخلي السعر يرجع إلى حقيقته الفالور عند السيارة تكون يعني على حقيقتها لازم القرار اللي تخذه يوم أمس لازم يتجسد على أرض الميدان باش يتجسد على أرض الميدان لازم الحكومة تواصل في الاتصال في هذا الموضوع وتقول للشعب الجزيري واش راه يدير وين راه يلحق سي الوزير الأول صرح باللي في آخر شهر أكتوبر المفاوضات مع المصنعين يعني تفرق كذلك دفتر شروط في آخر هذا الشهر نعم دفتر شروط على الوكالة تانيك في آخر شهر ونتمنوا في آخر شهر يقول لنا شكون هما المصنعين اللي راح يكونوا ينشطوا في الجزائر ومنهما الوكالة المعتمدين اللي راح يستوردوا سيارات وهذا الشي هذا أنا نظن بلي يمد يعني إرياحية للمستهلك الجزائري اللي يقدر يسنها شهرين وثلاثة ولا أربعة شهر حتى تلت شهر تاعة السنة المقبلة إن شاء الله ويقدر يقتني سيارة في ظروف ملائمة طيب سيد مراد سعدي